موسيقى مساء الخير عزيزي المشاهدين احنا اليوم بضيافة معالي وزير الاعلام السابق المهندسة خدودين سنتحدث اليوم عن عدة مواضيع مرتبطة بآخر التحديثات التي حصلت على الحياة الإعلامية الرقمية وعن طبيعة ونمطية تعطي وسائل الإعلام المحلية والعربية لقضايا الشأن المحلي والشأن العربي الهام مساء الخير معاليك مساء نوريا أهلا بك أهلا وسهلا معاليك بالبداية بدنا نبدأ بالحديث عن المشهد الإعلامي المحلي وكيف وسائل الإعلام المحلي تتعاطى مع قضايا الشأن المحلي وكيف يجب أن يكون الإعلام وما هو حاليا بحسب تقييمك كوزير للإعلام سابق في حكومة سابقة بنفس الحكومة الحالية على العموم مش مشكلة لكن تعاطي إذا نتكلم عن الرسميين خلينا نحكي اللي هو التلفزيون الأردني وكارة الأنباء الأردنية الإذاعة الأردنية والناطق الرسمي وزير الدولي لشؤون الإعلام والذي الآن أصبح وزير الاتصال الحكومي هؤلاء محكمون بفلترة خاصة لأي معلومة بدهم يقولوها قبل أن تقال لذلك أحيانا من بعض الأشياء النمطية التي تفضل تحكي عنها أنه قد يكون هناك أحيانا بطء في التعامل مع بعض الأحداث هذه تقتضيها موضوع أنه لا بد من التيقن والتثبت والتبين من أي معلومة تقال من خلال هذه الأجهزة بينما على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى السوشال ميديا تجد بأن أي معلومة ممكن أن تنتشر يعني كالنار في الهشيم دون أن يكون هناك حقيقة في تثبت منها وفي كثير من الأحيان تجد بأنها غير صحيحة لذلك لا بد من عمل تأهيل وتدريب لكوادر الحكومات والدولة تحديدا المتعلقة بالشأن الإعلامي وخصوصا الناطقين الإعلاميين ولا بد من ربطهم إلكترونيا بمركز معلوماتي خاص يكون هذا المركز مؤهل ومجهز بحيث يأخذ المعلومة بأسرع ما يمكن بحيث يستطيعوا أيضا في المقابل أن يردوا على ما يوجه من أسئله أو أن يوفروا المعلومة بأكثر قدر ممكن من الشفافية والسرعة نعم معليك بالنسبة للقطاع الخاص أو وسائل الإعلام في القطاع الخاص من صحف وتلفزة وإذاعة وبعض يعني هاي احنا بالعادة بنعرف بأنه هاي الوسائل بتكون داعمة للدولة فهل ترى أن وسائل الإعلام في القطاع الخاص تسير وفق المشروع الديمقراطي الماشي عليه الدولة ومسار الإصلاح أم أن هناك تضارب ما بين مخرجات القطاع الخاص والقطاع الإعلامي فيه أقرب نقطة من الحقيقة اللي هي المعلومة أنا لا أجد بأن هناك تضارب حقيقة أو تضاد أو تعاكس ولكن لنكن واقعيين يعني أي جهة إعلامية لقطاع خاص القصد منها في النهاية يعني على الأقل يجب أن توفر بعض الربح على الأقل تدفع رواتب الناس الموجودين عندها هي لن تعمل هكذا وللأسف اليوم الناس متعطشة ومتلهفة لسماع أخبار أحيانا إما صادمة أو خلافية أو إشكالية أو جدلية يعني أنت لا تريد أن تسمع بأن هناك كلب ضال قد عض إنسان ولكن يعني لو قلت بأن في إنسان عض الكلب يعني ستجد أن كل البلد قامت وما قاعدتش فهناك ما نتحدث عنه بهذا الشأن ضروري أن يكون الإعلام الخاص ممكن ماديا لابد من توفير الأمور المادية له بالشكل الجيد ولكن فيه في المقابل لابد أن يقدم محتوى إعلامي راقي وقابل لأن يكون مستساغ للجمهور اليوم هناك افتقار للمحتوى الإعلامي ليس فقط في الأردن أنا بتكلم على مستوى العالم العربي وحتى على مستوى العالم الثالث ولكن للأسف نحن على مستوى أمة عربية المحتوى الإعلامي العربي الموجود على الإنترنت ضعيف جدا جدا إذا ما قولا بعدد الناطقين باللغة العربية الذي يزيد عن 400 مليون من هنا ما عليك كيف ترى من يغذي من؟ هل باتت منصات التواصل الاجتماعي تغذي الإعلام؟ أم أن الإعلام بات يغذي منصات التواصل الاجتماعي؟ للأسف يعني مستوى التواصل الاجتماعي هي التي تقوم بهذه التغذية يعني أنا أقترح دائما على شباب الإعلام أن يطلعوا على الفيلم الوثائقي اللي هو اسمه المعضلة الإعلامية مدته حوالي ساعة يبين بأن التطبيقات الموجودة لشبكات التواصل الاجتماعي الخوارزميات التي بها صممت لكي تبث المعلومة الخاطئة ست مرات أسرع من أي معلومة صحيحة السبب في ذلك أن الإنسان بطبعه ميال وأقرب إلى الفنتازية هو يريد أن الشيء يعني غير المعقول يحب أن يسمعه فلذلك كل ما تعطيه معلومة أقرب إلى الخطأ أو أقرب إلى الخيال أو أقرب إلى غير الممكن وغير المتحقق يعني يفضل أن يسمعها عوضا عن أن يسمع المعلومة الصحيحة لذلك بكل أسف يعني تجد أن هذه المعلومات تنتشر كالنار في الهشيم ويتداولها الناس وما أن يأتي الوقت التي تظهر فيه المعلومة الصحيحة يكون الوقت قد فات وقد اغتيلت شخصية من اغتيلت شخصيته وقد وقع الأمر الذي يدعو للأسف إلى كثير من الإرجاف في المجتمع ويعني أنا أحب أن أستخدم هذا التعبير المرجفين والإرجاف هذا جزء خطير وأساسي من عمل السوشيال ميديا اليوم بموضوع الإرجاف وأن يصبحوا مرجفين لأنهم يتحولوا إلى طابور خامس دون أن يعوا ذلك دون وعي منهم يتحولوا بالتدريج إلى طابور خامس في داخل أي مجتمع يفتوا من عضده دون حتى أن يدركوا ذلك هذا بقود إلى شيء أقرب للأكاديمي محور أكاديمي له علاقة بأن الإعلام بات قوة لا سلطة لأن هناك فرق بين القوة والسلطة لأن قوة مفهوم أشمل من السلطة التي ربما تكون خاضع لبعض الأنظمة والمعايير وبالآخرين فالتواصل الاجتماعي كما تعلم عليك ألغى نظرية حارس البوابة وبات الأمر عشوائي يعني بات كل يغرد على الليلة وبات من السهل جدا أن تتحكم بعض الجهات والتيارات والحركات سواء كانت سلمية أو غير سلمية في توجهات الرأي العام في بعض الدول وهذا دليل على أن الكثير أو السواد الأعظم من شعوب الدول النامية تربى خصبة لهذه التيارات فبالتالي ما عليك يعني شو بتوجه للمواطن العربي أو الذهن العربي في مسأل التلقي أو تعطي أو تعرض لهذه المنصات بعيدا عن أبجذية الأمور أو البنود البسيطة في طريقة تعامل وتعطي لهذه المنصات يعني الحقيقة من المهم جدا أن يعي الإنسان عموما وليس فقط المواطن العربي أو المواطن الأردني الإنسان عموما يجب أن يعي أن هناك شيء الآن موجود بالسوشيل ميديا موجود لخلق انطباع في الأذهان يعني أخطر ما يمكن أن تتعامل معه بالسوشيل ميديا هذه أن تخلق لك انطباعا في الأذهان على غير المرئي في الأعيان وقد يعني يقلب الليل نهار والأسود أبيض لأن معظم مثل ما قلت لك قبل قليل معظم ما تستند عليه هذه السوشيل ميديا بكل أسف على أباطيل وأسمار وليس على حقائق موضوعية مثبتة ودقيقة وتأتي من مصادرها الحقيقية لكي تبث هناك لذلك قبل فترة كان هناك طرح لموضوع التربية الإعلامية أنا في مفهومي للتربية الإعلامية ليس أن نخرج يعني إعلاميين ولا أن نقوم بتخريج ناطقين إعلاميين التربية الإعلامية في المدارس يجب أن تكون جزء من مبحث التربية الوطنية والقصد منها التركيز على الفكر النقدي لكي نستطيع تحصين النشأ الصغير لكي يستطيع الإمازة ما بين الغث والثمين لأن هذه المعلومة التي ستأتيك هي ستأتي إليك بغض النظر أنت أردت أن تأتيك هذه المعلومة أم لا كل أصدقائك من حولك معهم هذه الموبايلات وتأتيهم المعلومات من كل صوب وحد وهو معرض لأن تصيب أي معلومة يجب أن يكون أن يتمتع بالفكر النقدي القادر على الإمازة بين الغث والثمين خصوصاً اليوم بعض هذه المعلومات إن تكلمنا مثلاً عن الفيديوهات تجد أن هناك اليوم في فوتوشوب يستطيعوا من خلال الفوتوشوب هذا أن يجعلوك أنت تتكلم ما لم تقوله ومن خلال الدبينغ الموجود من خلال تغيير أنماط الحديث قد أيضاً يضعوا في فمك ما لم تقوله نعم يجب أن نميز يعني يجب أن يعود الإنسان إلى رشده وإلى يعني ما يسمى بالإنجليز بالكومنسنس اللي هي العقلانية في التفكير فقط يعني لا نصدق المعلومة بمجرد أن نراها ويجب أن نعود إلى الأمر الإلهي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا فيعني نحن كثير من الأحيان تأتينا معلومة ونحن نقرأ اسم من كتب هذه المعلومة خصوصاً على تويتر بخط عريض وهو من الأعداء الذين لا توقع معاهدات السلام إلا معهم يأتي هذا الذي لا أريد أن أقول اسمه ببعض المعلومات يحاول أن يفت في عضد مثلاً شعبنا في الأردن أو من الشعوب العربية الأخرى ويأخذوه ويصدقوه مع أنه من اسمه مبين بأنه تنطبق عليه الآية الكريمة فيعني على الأقل يجب أن يكون عندنا هذا الحد الأدنى من الوعي ما عليك هذا بقول الحديث هذا بقولتي لطرح تساؤله مهم جداً له علاقة بأنه معظم دول العالم عندها جيوش إعلامية هذه الجيوش تعمل على صد الهجمات الخارجية أو مهاجمة ما يجب أن يهاجم في حال هوجبنا هل تعتقد بأن الأردن لديها جيش إعلامي متخصص في فنون الرد وفي فنون القتال على الساحة الإعلامية ضد ما يحاك من عدونا وضد ما يحاك من الكثير من الأعداء في الإقليم وفي العالم العربي أم أننا ما زلنا نفتقر لهذه الاستراتيجية الإعلامية شكراً هذا سؤال مهم جداً الحقيقة ويعني له عدة مراحل ومراتب هذه الجيوش التي تتكلم عنها أبسط ما يمكن فيها هو ما يسمى في الذباب الإلكتروني الذي يقوم برد آلي ورد فوري على بعض الترهات أو التخرصات التي قد تصيب بعض الدول أو رجالات في هذه الدول أو قادة في هذه الدول لكن أنا ما يعنيني حقيقة الأمر الأهم من ذلك هو الأعمال الثقافية والإعلامية التي ترسخ في الأذهان لفترات طويلة نحن كأمة عربية اليوم اليوم أنا أنظر إلى الأجيال القادمة يعني ربما من جيلي أنا قد أخذنا يعني نهلنا بعض من الثقافة العربية والإسلامية الموجودة في المنطقة الآن الأجيال القادمة لا يوجد لها محتوى إعلامي يعني يرسخ ويكرس عقيدتها العربية والثقافية التي تربينا نحن عليها اليوم تجد بعض دول الجوار ممن يملكون مشاريع حقيقية وثقافية للأمام تنظر إلى المسلسلات التي يبثوها وحلقاتها تتجاوز الخمسمائة حلقة أحيانا يعني تجعل النشأ الصغير عندهم يعيش في حالة من الزهو ومن الفخر ومن الاعتزاز بأصوله وأيضا يعيش في حالة من التيقن بأن فرضا الخيانات الداخلية لا تكون إلا من خلال الداخل وليس بالضرورة دائما تكون من الخارج وأيضا يحصنهم من المخاطر التي تعرضت لها تلك الدول عن طرق أخرى وكيف يمكن لهذا النشأ أن يرد عليها أنا ما أقصده بأن هناك دائما شيء على المستوى التكتيكي وشيء على المستوى الاستراتيجي الذباب الإلكتروني عبارة عن عمل تكتيكي أنت تحاول أن تقوم بحاءة صد لبعض الأمور التي تخرج وأنت تعرف أعلامي أكثر منها أن أي خبر 72 ساعة بعد 72 ساعة يخرج خبر آخر ليغلغيه وليحل محله ولكن ما يهمنا كأمة على المستوى الاستراتيجي هي أن نكرس أعمال ومحتوى إعلامي حقيقي يظل موجود ويعني يحفر في الدماغ رويدا فرويدا بحيث يصبح هناك تحصين ذاتي عند الإنسان العربي وعند المواطن الأردني بالدرجة الأولى بالنسبة لنا لكي لا تعود مثل هذه المحاولات البائسة تخترقه وأن يصبح من المرجفين وأن يرجف أيضا الآخرين من حوله إذن نحن بحاجة إلى وجود مثل هذه الهيكلية الإعلامية حتى تكون ليس بالضرورة تكون مخفية بل تكون معلنة بأن هؤلاء الصحفيين أو هؤلاء هذه الوسائل تعمل كجدار صلب للدفاع عن هذا الوطن وعلى هذا الشعب نحن بحاجة لهذا الجيش أعتقد معليك معليك طيب من هذا المحور ننتقل لمحور آخر على الصعيد العربي والمحلي والعربي أيضا له علاقة برؤيتك من خلال خبرتك الواسعة وعملك هل ترى بأن وسائل الإعلام المحلية والعربية بتعدد المصادر وظهور منصات التواصل الاجتماعي وغيرها هل ما زالت تعمل وفق استراتيجية المحافظة على الموروث والتراث والعادات والتقاليد العربية والقيم الإنسانية النبيلة العربية التي بتنا شبه نفتقى للكثير منها أم أن هذه الوسائل تلوثت بالكثير من الأيدولوجيات التي تهدف إلى فكفكة هذه المجتمعات وفرض هوية تتوافق مع مشاريع دول عظمى في المنطقة غزو الثقافي قد غزانا وبكل أسف قام بكثير مما يريد من خلال ما نراه اليوم في بعض المواقع وفي بعض الدول من حولنا وحتى عندنا أيضا نرى هناك تغير كبير وتحول لكن هذه أمة عريقة وهذه أمة لها تاريخ راسخ وجذورها عميقة وموجودة قد تمر أحيانا في لحظات من الوهن ومن الضعف ومن التشتت والتشردم والتشضي ولكن لابد في النهاية أن تقف هذه الأمة على قدميها وأن تصعد لذلك نحن لابد من وجود استراتيجية هذه الاستراتيجية تعتمد بالدرجة الأولى على خلق جيل واعي مثقف بالدرجة الأولى من الإعلاميين من المثقفين الذين يصبحوا هم يعني أئمة ونبراس للأمة يقودوها من خلال كتاباتهم من خلال مقالاتهم من خلال أعمالهم المسرحية من خلال أعمالهم التلفزيونية من خلال المسلسلات الهادفة من خلال كل ما يكتبوه وأن يكونوا ناس مؤثرين لكي تستطيع أن تحظى بهذا العدد من النوعية والكمية أيضا ولكن النوعية أهم جدا لابد أن يتم توفير صندوق لدعم المحتوى الإعلامي وهذا الأمر موجود في معظم استراتيجيات وزارات الإعلام قبل ما أنا أستلم أنا وجدت هذا الأمر موجود بأنه يعني دائما أرى عبارة صندوق دعم المحتوى الإعلامي ولكني يعني كمهندس بحثت يعني جميل الفكرة لكن كيف تأتي بالقطران وبالمال اللي تضعوا في صندوق دعم المحتوى الإعلامي هذا لم أجد آلية والحقيقة بأني فكرت في حينها بأنه لابد من إيجاد صيغة خارج الموازنة العامة وخارج الميزانية لكي نملأ هذا الصندوق لأننا نعرف بأن موازنتنا لديها عجز يعني نريد أن نقدم الرواتب والخبز قبل تقديم هذا الأمر فلابد أن نحصل على مكان آخر وعلى أسلوب آخر لكي نأتي بالدعم لهذا الصندوق ومن هنا جاءت الفكرة لكي نبحث بأفضل الممارسات العالمية ومن هي الدول التي استطاعت أن تجني الربح الفائت من وسائط التواصل الاجتماعي الذين نعرف جميعا بأنهم يحققون أرباحا طيبة وأرباح كبيرة واحد أمني مليون تقريبا أكثر من ذلك حتى ولكن من خلال مطالعاتي في ذلك الوقت وجدت بأن التجربة الأسترالية تحديدا هم الدولة التي استطاعت أن تؤثر علاقتها القانونية مع محركات البحث العملاقة بحيث تستطيع أن تجني الربح الفائت عن المحتوى الإعلامي الأسترالي فاستطعنا من خلال أستراليا تقدمنا بشكل رسمي بطلبات من خلال وزارة الخارجية وغيرها وقد زوتت من خلال السفير الأسترالي في حينها بالطريقة التي قاموا بها بذلك ووجدت بأننا لو أردنا أن نتبنى هذا الأمر نحن كأردن لوحدنا ربما يكون ذلك من الصعوبة بمكان لأن عددنا في الأردن حوالي 10-11 مليون الذين يملكون إنترنت ويتعاملون منه بحدود 7-8 مليون يعني هذا أقل من شارع في نيويورك فلن تكون لك الثقل الذي تتفاوض فيه مع شركات البحث العملاقة لكن هذا الأمر كان في شهر 4-2021 وصدفت بأنه في شهر 6-2021 كان هناك أول مؤتمر لوزراء الإعلام العرب وجاهيا بعد جائحة كورونا فكان من حظي أن أكون هناك وقد استأذنت دولة الرئيس في حينها بأن نطرح هذه الفكرة على إخواننا العرب بحيث يكون معنا يعني على 400 مليون عربي نتحدث باسم واحد من خلالهم نستطيع عندها أن نتحدث مع يعني محركات البحث العملاقة وقد جئنا أيضا ببند آخر أو بفقرة أخرى تتعلق بخطاب الكراهية وكيفية معالجة خطاب الكراهية ووجدنا في النموذج الألماني يعني خير مثال لنا لنقتدي به من خلال وضعهم لكلمات مفتاحية هذه الكلمات المفتاحية هي التي تقود وتؤشر على وجود خطاب الكراهية ولكن أردنا أن يكون هذا الخطاب لنا نحن كعرب لأن هناك بعض الكلمات المفتاحية موجودة في لغات أخرى يعني هي موجودة في لغتنا بطريقة نعتز بها جدا مثل يعني الله أكبر هذه عبارة نعتز بها جدا ولكن في بعض الحضارات الأخرى الآن بدأوا يعتبرونها كأنها للأسف كلمة إرهابية ولا نلومهم لأنه للأسف باسم هذه الكلمة النبيلة الكبيرة حدثت فواجع فأخذنا هذين المبحثين يعني محاولة جني الربح الفائت عن المحتوى الإعلامي العربي الذي يمثل حوالي أربعمائة مليون شخص وأيضا إدخال كلمات مفتاحية لها علاقة بثقافتنا ولها علاقة بحضارتنا ولها علاقة بتقاليدنا أيضا مثل ما تفضلت يعني لا بد لنا أن نكون لنا يعني أن لا يتم هناك غزو ثقافي علينا بل بالعكس أن نكون نحن المبادرون والسبقون لذلك وقد تبنت الأمة العربية في ذلك الوقت من خلال وزراء إعلامها هذا الأمر ويعني مشكورين طلبوا من الأردن أن يترأس اللجنة الإلكترونية العربية للتباحث مع شركات المحتوى الإعلامي شركات البحث الكبيرة شركات الإعلام الدولية وبرصات التواصل الاجتماعي نعم وأنا في غاية السعادة أن أجد بأن هذا العمل أصبح تراكميا لأنه اليوم معالي الأخ وزير الاتصال الحكومي أستاذ فيصل الشبول وجدت أيضا له تصريحات قبل أيام قليلة من خلال أيضا مؤتمر لوزراء الإعلام العرب بأنه قد تم تكريس وتثبيت هذا الأمر وتم وضع خطة تنفيذية لهذه الفكرة التي بدأت قبل سنتين ويعني هذا يثلج الصدر بأن تكون هناك أفكار ولو بدأت بسيطة أن تتابع وأن يتم عمل زخم لها من خلال تحويلها إلى آليات عمل تنفيذية نستطيع بإذن الله أن نجني ثمارها الطيبة في المستقبل كيف سير النور هذا المقترح؟ هل سنرى في الأيام القادمة أن شركة فيسبوك على سبيل المثال ترفض هذا المقترح من ناحية الإعلانات التجارية وليس من ناحية خطاب الكراهي المجرب لا يجرب نعم أستراليا عدد سكانة يعني يقل عن 30 مليون وقد جربت هذا الأمر وستطاعت أخذه بطرق قانونية نحن سنقوم بما قامت به أستراليا واليوم عددنا 400 مليون فبالعكس هذه هي علاقة يعني رابح رابح لأنهم هم سيربحون لأن هناك اليوم هذا سيحفز الطاقات الإعلامية والثقافية العربية لأن تزيد من المحتوى الإعلامي العربي لأن تجعلوا أكثر ألقاً لأن تجعلوا أكثر حضوراً على الساحة الإلكترونية لأن تجعل مضامينه أعمق وأكثر تشويقاً وروعة للمستفيدين منها وبذلك أيضاً ستكسب هذه الشركات البحثة العملاقة من خلال زيادة حجم وعدد المحتوى الإعلامي العربي ونحن كأمة عربية سنكسب من خلال الإعلانات الموجودة على المحتوى الإعلامي العربي فالطرفان كاسبان بالعكس هم يفضلوا لأنه اليوم أنت كإعلامي عندما تعرف أنه في آخر النهار إذا سيكون لك جزء من المحتوى الإعلامي سيأتيك منه فائدة ألن تحاول أن تكون إنتاجك أغزر وألن تحاول أن يكون إنتاجك أكثر رشاقة وأكثر خلاقية ستحاول أن تقوم بهذا أليس كذلك إذن أنت رابح وفي المقابل هم رابحون لأنه إن كان متابعوك اليوم عشر آلاف أو عشرين آلف قد يصبح المتابعون مليونين وقد يكون عشرة في الأم العربية وقد يكون أكثر فهم أيضا سيربحوا فالربح للطرفين هذا من ناحية معليك خلينا نحكي اقتصاديات الإعلام إذا بدي أبحث من ناحية الحريات والحقوق في التجربة الألمانية التي تفضلت فيها معليك يعني يعتقد البعض بأن هناك ما هو خلف الكواليس له علاقة بمسألة تقنين بعض الأراء والتعبيرات الخاصة بالمحاور السياسية في بعض الدول العربية عبر منصات التوالس الاجتماعي وأيضا هناك من يعتقد بأن هذه التجربة تعمل على حماية السياسيين من النقد السياسي عبر هذه المنصات وبالتالي يحد من مستوى الحريات والمشاريع الديمقراطية الإصلاحية في المنطقة يا سيدي في العالم الذي نعيش اليوم وهو عالم مفتوح وأصبح أقل من قرية صغيرة أصبح نحارة صغيرة مع وجود هذه الشبكات من التواصل الاجتماعي لابد من عملية تنظيم لهذه الشبكات ولابد من عملية تأطير لها وليس مجرد قوننا أو سيطرة لا سمح الله حرية التعبير سقف السماء نحن على الأقل في الأردن هذا تعبير بلسان جلالة الملك المعظم قال حرية التعبير سقف السماء فلا يمكن لأصلا أن ندخل في موضوع أنك تسيطر على هذا الأمر أو تسيطر عليه ولكن لابد من تنظيمه لابد من تأطيره ولابد من التعامل معه بالشكل الذي يليق فيه أنت تنظر إلى بعض مقدمي البرامج الأجنبية والشراسة التي يتعاملون فيها مع المسؤول أمامهم ولكنها شراسة أدبية عالية جدا ورفيعة هو يسأل السؤال المحرج دون أن يؤذيه على المستوى الشخصي هو يسأل السؤال المحرج دون أن يطعن في مصداقيته من خلال السؤال نفسه نحن للأسف للآن لا نستطيع الإمازة ما بين النقد الموضوعي البناء وما بين أن تقوم بجرح من هو أمامك بخج كرامته وبأحيانا إيهانته هذا أمر يجب أن ينتهي هذا أمر غير مقبول لا على المستوى الأعراف والتقاليد ولا على مستوى الدين ولا على أي مستوى آخر يعني الله سبحانه وتعالى في توجيه لرسوله الأعظم إلى الكفار الذين لا يؤمنون بالله يقول لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولكن يقول له في النهاية فإذا عزمت فتوكل على الله إذن لابد أن نفهم وأن نعي تماما بأن الحرية في الكلام والحرية في التعبير والحرية في قول ما تريد أن تقوله لابد أن تعرف بأن حريةك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ولا يوجد أعتقد أنا على الأقل بالنسبة لما أعتقده بنفسي لا يوجد مسؤول محصا من أي نوع من أنواع المسائلة طالما كانت هذه المسائلة في أطرها القانونية الصحيحة وفي أطرها الأدبية الصحية ما عليك هذا الكلام بيقودني لتساؤل بأنه في قاعدة اتصالية بدول بأنه كلما توفرت المعلومة قلت مساحة الاجتهاد من قبل الرأي العام ومساء العلام وكلما غابت المعلومة زادت مساحة الاجتهاد والاجتهاد سلاح ذو حدين يعني ربما من يجتهد يكون متربس بهذا المجتمع وهذا البلد وربما من يجتهد يكون هدفه التلويث وما أشابه ألا تعتقد بأن الحكومات السابقة بما فيها الحالية معيار الشفافية في المعلومة أو سرعة أو دقة التعامل مع ما ينشر عبر وسائل العلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي يشبه بعض البطء أو بعض الخلل أو بعض خلينا نقول بنقدر نسميه الخلل في فن الخطابة مع الجماهير وما رأيك بالخطاب الحكومي الموجه للجماهير أو المواطنين فهل ما زال هذا الخطاب تقليدي كما نعلم تماما ما هي الخطابات التقليدية للحكومة أما أن هذا الخطاب يجب أن يتطور ليواكب ذهن المواطن والذي يجلس على منصات التواصل الاجتماعي أمام تعدد مصادر المعرفة لديه لأنه كثير بنشوف ناس بالجألة وسائل العلامة غربية وخارجية للحصول على معلومة بما يتعلق بأمر حدث في الشأن المحلي لابد من وجود مركز إعلامي مركزي يكون متصل بجميع الأجهزة المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية بما فيها الأجهزة التي تتكلم على مستوى الاستراتيجي للدولة بما فيها حتى مركز زي مركز الأزمات مثل مركز الأزمات لابد أن يكون هناك إطار جامع لكل هذا الأمر على المستوى الإعلامي بحيث يكون هناك شلال دافق من المعلومات موجود باستمرار وأن لا تسمح لغير المعلومة التي تريدها أن تسود في الوسط الإعلامي أن تسيطر عليه لأنك كما قلت إن لم تسيطر على هذا السيطرة ليس بمعناها السلبي وإنما من خلال ضخ المعلومات وإتاحتها أمام الجميع بشكل شفاف وإلا ستقول الإشاعة لتغطية ذلك الجانب غير الموجود فيه نعم الحكومات بحاجة إلى عمل كبير في هذا الآن آخر محور ما عليك وهو محور سياسي قليلا على الصعيد العربي والإقليمي هل ترى بأن وسائل الإعلام منسجمة مخرجاتها وتوجهاتها وإيدولوجيتها في تعاطيها مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مع توجهات الأنظمة السياسية أم أن كل يغني على ليلا يعني لنكن منصفين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية بكل أمانة أقول لك وأنا جربتها من خلال وجودي في فترة كوزير دول الشؤون الإعلام ومن خلال وضعي كمراقب على الساحة أيضا لا يوجد هناك أنا على المستوى الحكومي أتكلم الآن لا توجد أجهزة إعلامية حكومية تقصر في موضوع القضية الفلسطينية أبدا الحقيقة حتى في كل مؤتمرات الوزراء الإعلام العرب وفي كل مؤتمرات القمم العربية تجد أن أهم البنود وعلى رأسها دائما تتصدر هذا الموضوع القضية الفلسطينية وبالذات إقامة الدولة الفلسطينية وكل الأدبيات التي بتنا جميعا نعرفها لكن ما يهمني أكثر الحقيقة من هذا الأمر ما يحدث اليوم مع النشأ الجديد والجيل الجديد في فلسطين نفسها عندما كان قبل سنتين ثلاثة عندما كان هناك عملية سيف القدس كما سميت في ذلك الوقت لأول مرة الشباب والصبايا الفلسطينيين والفلسطينيات صغار السن الذين يستطيعون التحدث بلغات أجنبية بطلاقة وبسلاسة استطاعوا أن يوصلوا هذه العملية إلى العالم بأسره بطريقة لبقة وبطريقة محترمة وأثبتوا للعالم بأن هذا الشعب هو شعب حي وشعب حر وبأنه شعب مثقف ومتعلم وبيّنوا جعلوا نيويورك تايمز تنشر على صفحتها الأولى صور لتسعة وتسعين شهيد وقعوا أو ارتقوا إلى بارئهم شهداء في ذلك الوقت وكان هذا يعتبر صفحة جديدة في العلاقة الإعلامية ما بين الإطار الإعلامي العالمي وما بين ما يحدث في منطقتنا وكانت صفحة أيضا للإعلام الذي كان دائما منحازا بشكل سافر إلى كل الممارسات البشعة اللا أخلاقية واللا قانونية للمعتدية الإسرائيلي نعم مالي يعني أنا بدي أضرب مثال يعني لربما نتعمق شوي يعني على سبيل مثال امبارح أو أول امبارح وزير المالية الإسرائيلي بيصدر خلال مؤتمر في باريس خارطة خلينا نقول فيها تغول وفيها ممارسة رعناء ومتطرفة على الدولة الأردنية وعلى فلسطين في مثل هذه الحالات وقبله أيضا في العديد مثل الباحث والأكاديمي الذي يطلق عليه اسم إديكوهين كثيرا ما يصدرون الشائعات حول القضايا المحلية وحول القضايا السياسية في الداخل المحلي ألا ترى أنه منواجب الإعلام المحلي ومنواجب الصحفيين وأيضا الإعلاميين مواجهة مثل هذه السلوكيات المتطرفة وأعظارة بسيادة وسمعة الأردن وفلسطين بشكل قوي وبشكل صلب لأنه ردود الأفعال اللي عم بنقيس سماعليك من وسائل الإعلام المحلي وبعضها العربي لا ترتقي أن تكون في المستوى المطلوب لمثل هذه التصرفات المتطرفة من قبل هذه الشخصيات للأمانة يعني الحركة الرعناء وغير المسؤولة على الإطلاق التي تمت من هذا الوزير المتطرف ربما جاءت في إطار وضع صورة وضعوها في المؤخرة أو في مقدمة المنصة التي كان يقف يتحدث عنها وهي عبارة عن رسائل وإشارات يودوا أن يكرسوها في الأذهان بشكل سلس هم يعتقدوا هذا الأمر خيرا فعلت الخارجية الأردنية بالمؤتمر الصحفي الذي قام اليوم به معالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بأن أقام الدنيا ولم يقعدها من خلال الرفض والشجب الكامل ومن خلال استدعاء السفير الإسرائيلي وتوبيخه بأشد العبارات على هذا الأمر ومن خلال الطلب منهم رسميا بالاعتذار عن هذا الأمر لأنه نحن في المقابل على مستوى الأم العربية نستطيع دائما أن نرسم خارطة فلسطين التاريخية ونكتب عليها فلسطين ومعناته من الآن فصاعدا ربما يضعوها في المؤتمرات العربية ويعني تصبح ونحاول أن نفرضها على العالم ونحاول أن نفرضها على خرائط وأطلسات العالم يعني نحن نستطيع أن نرد بأشياء كثيرة عليهم في هذا المجال ولكن يعني لا أخفيك بأنني سعيد بأن الوجه البشع لإسرائيل بدأ يتكشف وبأن هذا يعني القناع الذي كانوا يلبسونه من الزيف ومن الإنسانية الكاذبة بدأت تبرز أنيابها وتكشر عنها أمام الجميع وأنا في هذا المجال يستحضرني قول المولى جل في علاه موجها خطاب لبني إسرائيل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيره سندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علو تتبيره بإذن الله إن شاء الله ما عليك أنا سعيد جدا باستضافتك لنا وسعيد جدا بهذا الحوار الشيخ وسعيد جدا أيضا بأنه يعني ربما استنزفناك قليلا فالب لكن أنت انسيكلوبيديا وموسوعة علمية وأدبية وفكرية وتنويرية بالنسبة لنا كجيل ناشئ من الصحفيين والإعلامين أنا شاكر جدا إلك على قبولك هذه الاستضافة وأهلا وسهلا فيك شكرا شكرا جزيلا أخي وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن انتباهكم واستماعكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة المميزة مع معالي المهندس صخر دودين وزير الإعلام السابق كل الشكر لكم وإن شاء الله لقوني في حلقة جديدة من برنامج الخارجون عن المهنة ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة